النادي العريق أنا ليه بتحدث عن هذه الأمور في الفترة الحالية رغم أن مراسم القرعة كانت بقى لها أكتر من أسبوع لأن التفاصيل الصغيرة اللي حصلت أثناء مراسم القرعة كشفت عن قيمة ومكانة النادي الأهلي يوم عن يوم بتزيد داخل القرى الإفريقية ويوم عن يوم الأندال في إفريقيا دايماً بتتحدث عن النادي الأهلي بمكانته وعظمته وهو بيتواجد في أي محفل قري الكل شاف حالة السعادة والتصفيق الكبير من كل الحاضرين في قرعة دورة بطالة إفريقيا ومحفة كنفضرية عندما ذكر اسم النادي الأهلي لكن في الأحاديث الجانبية حتى والنادي الأهلي كان في الفترة الأخيرة مبتعد أو بعيد عن الوصول إلى أدوار النهائية أو حتى تحيي اللقف في آخر خمس ست سنوات لكن دايماً وأبداً اسم النادي الأهلي ما بيكون موجود في البطولة الإفريقية الكل بيتحدث عنه بفخر وبقيمة كبيرة جداً دول اتنين كان من أبرز الحاضرين كانوا موجودين في قرعة دورة بطالة إفريقيا نادي سانداونز ونادي الوداد المغربي وزاي كانوا بيتكلموا عن نادي الأهلي سواء قبل مراسم القرعة أو حتى بعد مراسم القرعة وتحديد الفرق اللي هتشارك في البطولة الإفريقية هتنطلق إن شاء الله أولى مراحل دور المجموعات يوم 30 نوفمبر ثم المرحلة الثانية والجولة الثانية 7 ديسمبر والجولة الثالثة 27 ديسمبر ثم استراحة محارب وتنطلق مباراة الدور الثاني من مرحلة دورة 16 ودور المجموعات في 15 فبراير من العام القادم ثم 22 فبراير والمرحلة السادسة والأخيرة من دور المجموعات يوم 7 مارس من عام 2020 في مساحة زمنية متميزة جدا بالنسبة للأندية مساحة زمنية القلي حضر لها بشكل جيد للمرحلة القادمة دي كانت بداية الشيء الأبرز ما في هذه اللحظات أنا بتكلم عن النادي الأهلي واستعداده للمرحلة القادمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص النهاردة على الالتقاء بالجهاز الفني ولاعبي الفريق على هامش المران الجماعي اللي أقيم على ملعب مختار التيتش في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم للشد من أزر الفريق وتحفيز اللاعبين للمرحلة القادمة النهاردة السورة اكتملت بالنسبة لفريق النادي الأهلي بعد فترة غياب حوالي 11 لاعب عن تدريبات فريق النادي الأهلي نتيجة طبعا انشغال المنتخب الوطني بمعسكر استعدادا في الفترة الحالية كانت مباراوة دية مع منتخب تسوانا وبالتالي أجندة دولية علي معلوم كان مع منتخب تونس في خمس لاعبين كانوا مع المنتخب الأولمبي فبنتكلف حوالي 11 لاعب كانوا بعدين تماما عن تدريبات النادي الأهلي في الفترة الحالية الكابتن الخطيب يتكلم النهاردة في التمرين وهو كان حريص على أنه يحضر جزء كبير جدا من مران الفريق على التأكيد على أهمية المرحلة الحالية وضروري التبزل أقصى جهد لمواصلة الانطلاقة القوية سواء على السعيد المحلي في بطولة الدوري أو القر في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي يستهلها الفريق بمواجهة النجمة الساحلي التونسي أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر المقبل زي ما قلت لكم في حديثي الكابتن الخطيب النهاردة في الجلسة كان كمان بيتكلم على السعيد الإفريقي وإزاي البداية مهمة جدا للبطولة الإفريقية آه لسه أضمنا حوالي 45 يوم لكن مهم دلوقتي والفريق متجمع بعد مراسم قرعي دورة بطولة إفريقيا وتحددت بشكل رسمي المجموعة اللي هتكون موجودة معك البلاتينيوم الزبابوي الهلال السوداني النجمة الساحلي التونسي اللي انت تتكلم عن الدوافع في المرحلة الجاية عشان تكون البداية قوية في البطولة إفريقية وعشان تكون البداية قوية في البطولة إفريقية لازم تكونوا وقف على أرض صلبة وأرض قوية في الدورة المحلي وعمل نتائج متميزة وقوية في البطولة المحلية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عقد جلسة النهاردة مع الكابتن سير عبد الحفيز مدير الكرة على هامش شزيار توليئ الماران للإتمينان على العديد من الأمور التي تخص الفريق في المرحلة الحالية مؤكدا على ثقته في قدرة اللاعبين وإمكانتهم على مواصلة العروض القوية وتقديم الصورة التي تليق باسم ومكانة النادي الأهلي جلسة مهمة جدا وشيء بيتبع دائما الكابتن محمود الخصيف في الفترات الأخيرة لما بيكون في اجتماعات مع الجهاز الفن واللعبين بالنسبة للمرحلة القادمة المرحلة القادمة يعني ممكن نقسمها المحطات أو نقسمها المراحل في مرحلة سابقة كانت بداية الدوري اللي انت كسبت 9 نقاط بسلسة مباريات تأهلت الدور 16 في دورة أبطال إفريقيا بعد ما تخطيت كانو سبورت بطل غنية الاستوائية فست على الزمالك الغريم التقليدي في مباراة السوبر المحلي لكن المرحلة الجاية هي مرحلة ممكن تكون مختلفة شوية عن بداية موسم لأنها مرحلة مرتبطة بأنك هتلعب مباراة القمة ان شاء الله يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر ثم عندك الجونة يوم 23 أكتوبر ثم ستتوقف المسابقة حوالي 35 يوم لحين استيناف الدوري من جديد يوم 25 نوفمبر مباراة وادي دجلة الفترة الزمنية اللي فيها توقف دي هتكون نتيجة انشغال المنتخب العسكري ببطولة عسكرية في الفترة اللي جاية منتخب الأولمبي عنده تصفيات المؤهلة للدورة الأولمبية في توكيو والمنتخب الأول عنده مباراتين في أولى تصفيات الإفريقية المؤهلة للكاميرون 2021 مباراة كينيا ومباراة جزر القمر فبالتالي الفترة الجاية الجهاز الفن عنده مباراتين بستة نقاط مباراة الزمالج احنا بنعتبرها ان هي مباراة خاصة مباراة لازم تخلق لها دوافع جديدة مباراة لمنح المزيد من الثقة لدى الجهاز الفن واللاعبين والجماهير مباراة من أجل أن تقف على أرض صلبة في بداية موسم قوي وشاق وطويل الفترة الزمانية اللي هتكون بعد مباراة الزمالج والجونة هي هتكون بأشبه بفترة الإعداد لمرحلة جديدة بالنسبة لجهاز فني لكن بعدها هيكون عنده غمار منافسات قوية جدا بتتكلم مباراة دجلة 25 نوفمبر ثم بداية المشوار الإفريقي كل أسبوع عندك مباراة فبالتالي المرحلة الجاية مرحلة محتاجة ان احنا نتعامل معها على ان الفريق لسه محققش اي حاجة لسه اللاعبين في بداية الموسم محققوش اي حاجة ثلاثة بتسع نقاط الجديد لسه الموسم طويل لسه مباراة الزمالج محتاجة حماس وقوة دفع كبيرة جدا عشان تخلق دوافع للفوز بهذه المباراة المباراة صعبة مباراة الاهل والزمالج يوم السبت الجاي مباراة صعبة جدا وبلاش اي كلام مرسل او اي كلام لا يستند الواقع او مستند رسمي او كلام مسؤول في امكانية ان المباراة هتقام